أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين أو أن يأمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والعلَّة في ذلك ذلك أزكى لهم والغض يُطلق على الطري ومنه حديث من أراد أن يقرأ القرآن غضًا أيطريًا وغضُّ البصر خفضه وغضُّ الصوت خفضه وغضُّ البصر إرخاء الجفن على الجفن بدون إطباق غضُّ الصوت خفضه وغضُّ البصر إرخاء الجفن على الجفن بدون إطباق فإن أطبق الجفن على الجفن سُمِّي إغماضًا والمرادُ بالآية صَرْفُ البصر يمينًا أو شمالًا أو إلى الأرض أي صَرْفُ البصر عما نُهِي النَّظَرُ إِليه وقد جاء في صحيح مسلمٍ عن جريرٍ من عبد الله البجري قال سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري وفي حديثٍ آخر لك الأولى وليست لك الثانية وجاء في الحديث الصحيحي كذلك عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بدٌ من مجالِسنا نتحدَّث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غضُّ البصر وكفُّ الأذى وردُّ السلام والأمر بالمعروف والنهي على المنكر فغضُّ البصر أيها الإخوة من إحدى حقوق الطريق لمن جلس فيه وقد جاء في فضل غض البصر وحفظ الفرج مثبتًا ما في هذه الآية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه في الحديث الذي رواه البخاري من يكفلُّ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفلُ له الجنَّة وما بين اللحيين ها؟ اللسان وما بين الرجلين غضُّ الفرج حفظ الفرج المأمور في الآية لماذا قدَّم الله سبحانه وتعالى غضُّ البصر على حفظ الفرج لأن البصر وسيلة لأن غض البصر من أسباب حفظ الفرج من أسباب حفظ الفرج طيب يقول الله سبحانه وتعالى يغضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لماذا لم يقل من فروجهم في الفروج أو لم يقل يغضُّوا أبصارهم ويحفظوا فرجهم لماذا فرَّق بين البصر وبين الفرج فأتى بمن في غض البصر ولم يأتِ بمن في حفظ الفرج يقول العُلَمَا رحمهم الله أتى الله سبحانه وتعالى بمن في غض البصر لأن الأصل في النظر الإباحة لأن الأصل في النظر الإباحة إلا ما استُثني ولذلك أتى بمن التبعِضية فالأصل أن الإنسان ينظر ما جعل الله سبحانه وتعالى له من نعمة البصر ينظر فيها مشاء لكنه مأمور بغض بصره عن أشياء ولذلك أتى بمن التبعِضية فأنت مأمور بإيش ها بالغض عما نهيت عن النظر إليه أما الفرج أيها الإخوة فقال العُلَمَا لم يأتِ بمن التبعِضية لأن الأصل في الفرج الحضر الأصل في الحرج الحضر إلا ما استُثني وهو بابٌ واحد الزواج إذن يا أخواني هذا السرُّ في مجيء من التبعِضية في غض البصر وعدم مجيئها في حفظ الفرج قال ابن عطية رحمه الله البصر هو الباب الأكبر للقلب وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه ووجب التحذير منه طيب حفظ الفرج له صورتان حفظ الفرج له صورتان الصورة الأولى حفظه بمنعه من الزنا كما قال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الصورة الثانية حفظ الفرج من النظر إليه والذين نسميه بستر العورة قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كُتِب على ابن آدم الزنا كُتِب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ما لا محاله فزن العينين النظر وزن اللسان النط وزن الأذنين الاستماع إلى آخر الحديث طيب لماذا أيها الأخوة أمرنا بالغض من أبصارنا وبحفظ فروجنا مذكورٌ في الآية قال الله سبحانه وتعالى ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ الضَّمير في لهم يعود لمن للمؤمنين للمؤمنين ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم إن الله خبيرٌ بما يصنعون ما مناسبة خاتمة الآية لمضمونها أيها الأخوة أحسنت تحذيرٌ للمؤمنين من مُخالفة ما أُمِرُوا به في هذه الآية خفيةً فربما ينظر الإنسان إلى ما حرَّم الله ولم يره أحد أو ينتهِك أو يفعل ما حرَّم الله ولا يراه أحد فختم الله سبحانه وتعالى الآية بقول إن الله خبيرٌ بما يصنعون تحذيرٌ للمؤمنين بأن لا يفعلوا ما نُهُوا عنه في هذه الآية فالله سبحانه وتعالى مُطَّلِعٌ على سرائرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ أيها الأخوة الأصل كما قررنا في الأسبوع الماضي أن الخطاب في القرآن عامٌ للرجال وللنساء على حدٍ سواء إلا ما دل الدليل على خصوصية أحدهما هل المؤمنات يدخلن في قوله سبحانه وتعالى قُلِّ للمؤمنين يغضُّ من أبصارهم نعم داخلات في هذا لمحاله فلماذا خُصَّة النساء بالأمر هنا لوحدهن مع أنهن داخلاتٌ في نفس حُكم الأول في الأمر الأول وهو أمر المؤمنين يقول العُلماء رحمهم الله تعالى إنما خصَّ الله سبحانه وتعالى المؤمنات هنا مع دخولهن في الخطاب الأول لتأكيد التزامهن بذلك لتأكيد التزامهن بذلك ولرفع اختصاص الحكم بالرجال ولرفع اختصاص الحكم بالرجال فكما أنهن موضع الفتنة وقد أُمر الرجال بعدم النظر إليهن فكذلك هن مأمورات هذا أمر والأمر الثاني ما ذكره ابن كثير رحمه الله وهو عطف ما ذكر بعد ذلك عليه لأن هذه الأشياء مختصٌ بها النساء بقية الآية قد اختصَّت بها النساء فأعاد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج ليعطف ما بعده عليه ليعطف ما بعده عليه من عدم إبداء الزينة إلى آخره واضح يا أخواني إذن السبب أحد أمرين السبب أو نقول كلا الأمرين لرفع اختصاص الحكم لتأكيد التزام النساء بذلك ولرفع اختصاص الرجال الأمر الثاني يا أخواني لأن هناك أشياء تنفرد بها النساء فأراد عطف هذه الأشياء عليها ولذلك أعاد الأمر بحفظ الفرج والغض من البصر فقال وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّا وَيَحْفَظْنَا فُرُّجَهُنَّ والكلام في سبب مجيء من هنا كالكلام أو كالحديث في الآية السابقة قال ابن عطية رحمه الله أمر الله سبحانه وتعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يُكره من جهة الشرع عن كل ما يُكره من جهة الشرع النظر إليه طيب لعل أحدًا يقول هل يجوز للمرأة أن ترى الرجل نحن قلنا أن الرجل لا يجوز له في الآية السابقة أن يرى المرأة إلا دوات المحارب لأنها موضع الفتنة فهل يجوز للمرأة أن ترى الرجل اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله على قولين القول الأول أنه لا يجوز للمرأة أن نظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة واحتجَّ كثيرٌ منهم بما رواه أبو داود والترمي يعني أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمياني أعمياواني أنتما ألستما تبصرانه قال الترميذي هذا حديثٌ حسنٌ صحيح وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بشرط عدم وجود الشهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملَّت ورجعت حتى ملَّت ورجعت وهذا والله تبارك وتعالى أعلم هو الأقرب قال سبحانه وتعالى وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ قال سعيد بن جبير عن الفواحش وقال قتاد عن ما لا يحل لهن وقال مُقاتل عن الزنا وقال أبو العالية كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإن الله سبحانه قال وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ أَلَّا يَرَا هَا أَحَدْ قال ابن عطية جامعاً لهذه الأقوال آمر الله النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يُكره من جهة الشرع النظر إليه ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اختلف العلم رحمهم الله في المُستثنى هنا الله أمر النساء ألا تُبْدِي زِينَتَهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فما هو المُستثنى هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول الأول هو كالرداء والثياب يعني إلا ما ظهر منها أي ما لا يُمكن إخفاؤه من زينتها كردائها وثيابها هل يمكن أن تستر يا أخواني ثيابها لأنها تسترها بعباه والعباه تحتاج إلى ستر فقال ما لا يمكن استثني ما لا يمكن إخفاؤه من زينتها ومراجب من مسعود رضي الله عنه أي الزينة المكتسبة التي ليست من أصل الخلقة التي ليست من أصل الخلقة فقوله الرداء والثياب مراده الزينة المكتسبة التي ليست من أصل الخلقة وقال ابن عباس رضي الله عنه إلا ما ظهر منها أي وجهها وكفيها وجهها وكفيها فأمرت بأن لا تُظهر من زينتها إلا وجهها وكفيها أي الزينة الخلقية هذا مراد بن عباس رضي الله عنه أيهما أرجح أيها الإخوة قوله بن مسعود تفسيره بن مسعود هنا أو تفسيره بن عباس لو تأملنا ألفاظ القرآن أيها الإخوة لو تأملنا ألفاظ القرآن وهذه قاعدة مهمة لوجدنا أن القرآن ذكر الزينة ما يقرب من سبع عشرة مرة أراد بها تأملناها وسبرناها وجدنا أنه يريد بها الزينة المكتسبة للزينة التي هي من أصل الخلقة فقول الله عز وجل يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد المراد به الزينة المكتسبة للزينة الخلقية قال سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا وزينتها وقال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا فكل هذا يدل على أن الزينة حينما تذكر في القرآن فإنه يريد بها الزينة الخارج عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء المزين بها وبالتالي فإذا أعملنا هذه القاعدة القرآنية والتي نص عليها الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان نجد أن قول بن مسعود رضي الله هو الراجل وأن المستثنى هو هنا في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي الزينة المكتسبة التي لا يمكن إخفاؤها وهذه الآية متعلقة يا أخواني بآيات الحجاب التي في سورة الأحزاب وسيأتي إن شاء الله تعالى لكم مزيد بيان وتوضيح عند قوله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين فهناك بسط المسألة والغرض هنا أيها الأخوة في هذه الآية هو بيان أن الزينة التي استثنيت من عدم إبدائها هي الزينة المكتسبة التي لا يمكن إخفاؤها وهو رأي بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ولذلك قال بن عطية رحمه الله ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينه يقول هذا الذي يظهر في الآية أن مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينه ويقع الاستثناء في كل ما عليها فظهر بحكم الضرورة فظهر بحكم الضرورة فيما لا بد منه كإصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر يقول ابن عطية على هذا الوجه فهو معفي عنه بمعنى أن المرأة مأمورة بأن تخفي زينتها فإن ظهر شيء بلا إرادة منها كأن أرادت أن تصح شأنها فظهر شيئا منها فهو معفو عنه إذن الآية أخواني مسوقه مساق حفظ زينة المرأة لأن ذلك من أسباب تحقيق غض البصر وحفظ وحفظ إيش؟ وحفظ الفرج قال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن الضرب هو الإلقاء وسمي ضربا مبالغة في الستر ما قال ليلقين قال وليضربن مبالغة في ستر المرأة لزينتها كانت المرأة في الجاهلية تأتي مسفحة بصدرها لا يواريها شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطت آذانها فأمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن فمن أظهرت تلك الحالة فهي مشابهة لنساء أهل الجاهلية وقد ميز الله عز وجل نساء المؤمنات بالستر والعفاف وضرب خمرهن على جيوبهن كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بخمرهن الخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به وليضربن أي ليشددن بخمرهن على جيوبهن فلا يرى منه شيء تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في البخاري يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها قال سبحانه وتعالى ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ البُعُولَة من هم؟ الأزواج أو آبائهن أو آبائِ بُعُولَتِهن أو أبنائهن أو أبنائِ بُعُولَتِهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن فهؤلاء هم حارم المرأة التي يجوز أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاد من غير تبرُّج وتبهرُج فتظهر من زينتها ما يظهر غالبًا طيب تأمَّلوا هذه الآية ذكر يا أخواني الأزواج والآباء وأباء البُعُولَة والأبناء وأبناء البُعُولَة والإخوان وبني الإخوان وبني الأخوات ألا يوجد في المحارم ما لم يذكر في هذه الآية تأملوا معي يا أخواني يعني فقط المرأة يجوز لها أن تكشف لهؤلاء وغيرهم لا يجوز لها أن تكشف لهم وأن تظهر زينتها هاي أخواني لو كون عندنا جوائز حقيقة كان أعطينا اللي يجيب جائزة لكن الأخوة في الدورة ما أعطونا جوائز أحسنت أحسنت بارك الله فيك لو تأملنا هذه الآية لو وجدنا عدم ذكر العم والخال مع أنهم من المحارم فلماذا؟ العم والخال لم يذكر في هذه الآية المسوق مساق المحارم وكذلك لم يذكر في آية الأحزاب فلماذا؟ هل نقول إن العم والخال تحتجب منهم المرأة؟ قاله بعض السلف وأظنه عكرمة لكنه قول قال لأنه لم يذكر قال لأن الخال والعم ينعت إيش؟ قال ينعت البنات هذه لأبنائهم فمنعوا في هذه الآية من النظر لكن الصحيح أن العم والخال من المحارم فلماذا لم يذكر العم والخال في هذه الآية؟ للعلماء للعلماء رحمهم الله أولا نتفق على أن العم والخال من المحارم وأنه يجوز للمرأة أن تظهر أو أن تظهر زينتها عنده يعني أن تكشف له لكن كيف نجيب عن هذه الآية؟ الجواب أحد جوابي قالوا إن العم والخال إنما هما أتيا من جهة الأب والأم العم والخال أتيا من جهة الأب فالعم أتى من جهة الأب والأم أتى من جهة أتت من جهة الخال والخال أتى من جهة الأم فأغنى ذكر الآباء والأمهات عن ذكرهم فأغنى ذكر الآباء والأمهات عن ذكرهم ولذلك قال عم الرجل صنه أبيه جاء في الأثر عم الرجل صنه أبيه هذا جواب لكن عندنا جواب يا أخواني أقوى من هذا حقيقة أقوى من هذا الجواب هذا وإن كان تلمس شيئاً من عدم ذكر العم والخال في هذه الآية فعندنا جواب أقوى وهو أن الله سبحانه وتعالى قد استغنى عن ذكر العم والخال في هذه الآية بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات بذكر أبناء الإخوة وأبناء الأخوات ابن الأخوات من أين أتى؟ من جهة العمومة أو لا؟ فاكتفى بذكر الفرع عن الأصل طيب أبن الأخوات من أتى؟ من جهة؟ الخؤول أبناء أبناء الأخوات من أين أبناء الأخوات؟ العمومة والخؤولة وهي ثابتة في أبناء الإخوة وأبناء الأخوات فيكون العم والخال من باب أولى إذا كان ابن الخال باب الأخ أو ابن الأخ يجوز الكشف له فالعم والخال من باب أولى من باب أولى طيب مسألة بعض هل يجب على المرأة؟ هل صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة وليست مأمورة بعدم الحديث فإنها كانت تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم معه وكانت تقضي شؤونها لكن المنهي عنه هو الخضوع بالقول المرأة منهية عن الخضوع بالقول وهو ترقيق الكلام ولا تخضعن بالقول أمر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن من باب أولى قال الله سبحانه وتعالى أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال يعني قبل ذلك يا أخواني قبل ذلك قال سبحانه وتعالى أو نسائهن اختلف العلماء في المرأة بنسائهن على أقوال قيل النساء المؤمنات فإذا قلنا النساء المؤمنات هل يجوز الكشف للمشركات؟ لا وقيل النساء المختصات بهن بالصعبة والخدمة بمعنى التي التي يخالطنها كثيرا رفعا للحرج وقيل النساء مثلهن وهذا هو الراجح أي النساء لا يجب أن تحتجب أو أن تخفي المرأة زينتها عن المرأة مثلها طيب قال الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أي من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وإليه ذهب سعيد الموسيب وقال الأكثرون بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بحديث فاطمة رضي الله عنها عندما قال الله سلم إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك لكنها الآن قضية المماليك هل هي موجودة الآن يا أخواني؟ المماليك ليست موجودة وإنما نشير إليها إشارة طيب مسألة يا أخواني قبل ما ندخل في التابعين المحارم هؤلاء هل هم على درجة واحدة؟ هل هم على درجة واحدة؟ لا يعني ليس معنى أنهم ذكروا في هذه الآية أنه يجوز أن يظهر الإنسان أن تظهر المرأة لهؤلاء كلهم لدرجة واحدة إذ قال ابن عطية رحمه الله لكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب ليس كابن الأخت ولا لا؟ فالأب أيها الأخوة ليس كابن كابن الأخت ثم قال الله سبحانه وتعالى أو التابعين غير الإربة من الرجال يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء يعني الذين ليس لهم هم بالنساء ليس له حاجة في النساء ثم قال الله سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء العورة هو كل ما يستحيى منه يسمى عورة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لصغرهم فمتى ما ظهروا على عورات النساء وميَّزوا فإنهم نعم تحتجبون ثم قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ أنَّهِ لِمَنْ لِلْمَرْأَةِ لماذا؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ يعني أمر الله عز وجل لها أن تُخْفِي ما ظهر من زينتها وَأَلَّا تُظْهِرَ مَا خَفِيَ مِنْهَا كل هذا مزيد يا أخواني من الستر والعفاف أمرها الله عز وجل أَلَّا تُظْهِرْ أمرها أن تُخْفِي ما ظهر من زينتها وَأَلَّا تُظْهِرْ مَا خَفِيَ مِنْ زِينَتِهِ قال وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لأن بعض النساء كانت تلبس الخلاخل في أرجلها زينة فإذا مَرَّت من عند الرجال ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا الْأَرْضِ حَتَّى يُسْمَعَ صَوْتُ حَتَّى يُسْمَعَ صَوْتُ خِلْخَالِهَا وهذا إغراءً للرجل فأمرها الله عز وجل بأن يبقى المخفي مخفي بأن يبقى المخفية مخفياً ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ قال السعدي رحمه الله يُؤخَذُ منه قاعدة سدُّ الوسائل فالأصلُ في ضرب الرجل في الأرض الإباحة فلما كان وسيلةً لعلم الزينة منع منه وقال ابن كثير وكذلك إذا كان شيءٌ من زينتها مستورًا فتحرَّكت بحركةٍ لتُظهر ما هو خفيٌ منها دخل في هذا النهي ليس المقصود فقط هو النهي عن ضرب الرجل بالخلخال بل هي منهيةٌ عن كل أمرٍ يكون سببًا لظهور زينتها ومن ذلك أيها الأخوة التعطر والتطيُّب عند خروجها فهذا منهيٌ عنه ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَيِفْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْجَمِيلَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْجَلِيلَةِ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفَلَاحِ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْفَلَاحِ قال العلماء شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود وشرط الرابع يتعلَّق بحقوق العباد وهو ردُّها أو التحلُّل منهم طيب قبل أن نختم هذه الآية قال مكيٌّ عنها ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه الآية فإنها جمعت كم ضمير؟ قال جمعت خمسةً وعشرين ضميرًا للمؤمنات من مخفوظٍ ومرفوع فهي من أكثر الآيات ضمائر طيب من المسائل المتعلِّقة بهذه الآية أيها الإخوة عورة الرجل مع الرجل هذا يذكرها أهل العلم استرادًا وإلا هي غير مذكورة عورة الرجل مع الرجل فيه خلافٌ بين أهل العلم والجمهور على أنها من السُرَّة إلى الركبة وهو الرَّاجِح وهو الرَّاجِح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَةَ عَورَةُ طيب عورةُ المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل طيب عورةُ المرأة مع المحارم نقول يجوز للمرأة أن تُظهر ما يظهر غالبًا كشعرها ورقبتها ويديها ورجليها أي ما يظهر غالبًا إذ ليس ما تُظهره عند زوجها كما تُظهره عند بقية محارمها وبهذه الآية نقول قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المجلس الأول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر